لكن دلوقتي نروح لدينا شرف وموجز الأهم على الأنباية الفضلية شكرا لك أحمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أحنا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي تميز العلاقات التاريخية بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الهندي في قصر الاتحادية وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية إلى جانب التوقيع على أعلان مشترك لرفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات كذلك تنمية الاتثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة كما قام الرئيس السيسي بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية وعظمها شأنا وقدرا أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق حملة 100 يوم صحة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لها يعزز الاهتمام الذي توليه الدولة بالنهوض بالخدمات التي تقدم في مجال الصحة العامة خاصة للفئة الأولى بالرعاية والوصول بتلك الخدمات لها في سائر أنحاء الجمهورية جاء ذلك خلال إطلاق رئيس مجلس الوزراء حملة 100 يوم الصحة والتي تقدم خدمتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية وقام رئيس الوزراء عقب الإطلاق بتفقد استفاف العيادات الصحية المتنقلة والتي ستتواجد في الميادين والقرى والنجوع في المحافظات كافة بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الوقوف بصعيد ميناء لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا ويتوجه ديوف الرحمن مساء اليوم إلى صعيد عرفات استعدادا الوقوف به غدا والذي يعتبر ركن الحق الأعظم وهذا واستعدت مخيمات حجاج القرى بصعيد عرفات الطهر لاستقبي عشرة ألاف وتسعمائة وتسعين حاجا من حجاج القرى وتم وضع اللمسات النهائية للمخيمات أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نقش مع نظيره الأوكراني فلودمير زيلانيسكي خلال اتصال هاتفية ناقش الهجوم المضاد على القوات الروسية والدعم الأمريكي لأوكرانيا ومن جانبه قال زيلانيسكي أنه بحث مع بايدن في ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وتعمق التعاون الدفاعي مع التركيز على الأسلحة البعيدة المدى أعلن رئيس الوزراء اليوناني السابق كيريا كوسا ميتسو تاكس فوزوا في الانتخابات التشريعية بفارق قوي ما يضمن له رئاسة الحكومة لولاية ثانية وقال ميتسو تاكس بعد محاصد حزبه ديمقراطية الجديد أكثر من 40% من الأصوات إن هناك إصلاحات كبرى ستطبق سريعا في البلاد ورياضيا استهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم مشوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقام حاليا في المغرب بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر في المباراة التي أقيمت على استاذ تانجا الكبير في تار الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمصابقة القرية ويلعب المنتخب الوطني مباراة ثانية في البطولة الأربعاء المقبل أمام منتخب مالي على أن يختتم منافسات دور الأول بمواجهة منتخب الجابون السبت القادم وتعد البطولة الإفريقية مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة فيما يأخذ المنتخب صاحب المركز الرابع مباراة الملحق مع نظيره من قارة أسيا ختم مجزئات تاسعة وعودة مرة أخرى إلى أحمد وجمانا لاستكمال باقي في قارة سبعة أخرى مصر مشكريكي دينا شكرا جزينا استعرادك آخر الأخبار